مثلا إذا أردت أن أقول لا يمكننا إرضاء الجميع كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم نعم نستطيع أن نحصل على جميع نستطيع أن نحصل على جميع جملة أخرة سأحرس على توصيل الرسالتك Oui, très bien Je veillerai à transmettre ton message Ici on a le verbe veiller Je veillerai à transmettre ton message Maintenant, qu'est-ce que tu veux de plus ? Que veux-tu de plus ? Une autre phrase Ne me parle pas de cette façon Ne me parle pas de cette façon Qu'est-ce que tu veux de plus ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu es très têtu Maintenant, si tu veux de plus ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je pense que tu exagères un peu On a le verbe penser et aussi on a le verbe exagérer Je pense que tu exagères un peu Je pense que tu veux de plus ? 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 Je pense que tu veux de plus Je pense que tu veux de plus C'est parce que tu te soucis trop C'est parce que tu te soucis trop C'est une autre phrase C'est une autre phrase C'est une autre phrase Une autre phrase Oh, ça veut dire C'est une autre phrase C'est une autre phrase Merci de nous. C'est une autre phrase Ok, maintenant Nous vous rappelles Ces vídeoes sont des clauses Oui, nous avons le verbe On a la banda气 C'est à l'occasion C'est une autre phrase يعني كذلك عندما تريد الاتصال مرة أخرى يعني يتصل مرة أخرى لفر بس أغابل س أغابل كل شيء الآن إذا أردت أن أقول تبدو وكأنك على وشك على وشك عفوا الإغماء أو تبدو وكأنك على وشك أن يغمى عليك فكر قليلا نعم أحسنت تُعَلَرْ سُرْ لَوَنْ دَ تَوَنُوِرْ تُعَلَرْ سُرْ لَوَنْ دَ تَوَنُوِرْ تُعَلَرْ يَنِ تَبْدُوْ سُرْ لَوَنْ عَلَى وَشك ici on a le verbe س'évanouir يعني يورما علي تُعَلَرْ سُرْ لَوَنْ دَ تَوَنُوِرْ الآن إذا أردت أن أقول نسيت أن أعيده نعم جَيْ أُبْلِيَ دُ لَوْرَنْدْ جَيْ أُبْلِيَ دُ لَوْرَنْدْ répète avec moi جَيْ أُبْلِيَ دُ لَوْرَنْدْ الآن إذا أردت أن أقول لَيْسَ لَدَيَّ مَا أَفْعَلُهُ هُنَا نعم جَيْ أَنْيَ رِيَنْ أَفْعَرْ إِسِي جَيْ أَنْيَ رِيَنْ أَفْعَرْ إِسِي جَيْ أَنْيَ رِيَنْ أَفْعَرْ إِسِي مثلا إذا أردت أن أقول لقد حذرتك مسبقا كيف نعبر عن هذه الجملة كنا قد رأينا سابقا كيف نعبر عن فعل يحذره فكر قليلا نعم أحسنت جَيْ أَفْعَرْ إِسِي جَيْ أَفْعَرْ إِسِي الآن إذا أردت أن أقول لَا يُوْجَدُ مَا تَخَافُ مِنْهُ نعم أحسنت إِلْ نِا غِيَنْ أَكْخَانْدْرْ إِلْ نِا غِيَنْ أَكْخَانْدْرْ إِلْ نِا غِيَنْ أَكْخَانْدْرْ الآن إذا أردت أن أقول هل يمكنني إعطاء اقتراح آخر كيف أطرح هذا التساؤل نعم جيد يمكن القول كذلك كل هذه الإجابات صحيحة الآن إذا أردت أن أقول أَيُمْكِنُكَ أَنْ تُسْدِيَا لِي خِدْمَةً كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم جيد نعم جيد هل يمكنني إعطاء اقتراح آخر؟ هل يمكنني إعطاء اقتراح آخر؟ هل يمكنني إعطاء اقتراح آخر؟ الآن إذا أردت أن أقول أَيُمْكِنُكَ أَنْ تُسْدِيَا لِي خِدْمَةً كُنَّا قد رأينا سابقا كلمة المعروف كيف أعبر عنها بالفرنسية؟ نعم جيد أَيُمْكِنُكَ أَنْ تُسْدِيَا لِي خِدْمَةً آن طب في البعض فکر قليلًا طب... 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 يمكن القول كذلك الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نحن لا نرى بعضنا البعض نحن لا نرى بعضنا البعض نحن لا نرى بعضنا البعض الآن إذا أردت أن أقول نلتقي قريبا نحن نرى بعضنا البعض 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 أما إذا أردت أن أقول لم أراك منذ فترة طويلة أو منذ مدة طويلة كيف أعبير عن هذه الجملة؟ نعم أحسنت جملة أخرى كيف أعبير عنها؟ سأشرح لك بالتفصيل نعم جملة أخرى جملة أخرى أنا أفهم ماذا تقصد أو أفهم ما تريد قوله كيف أعبير عن هذه الجملة؟ نعم je comprends ce que tu veux dire je comprends ce que tu veux dire répète avec moi je comprends ce que tu veux dire عبارة أخرى سهلة كيف أعبير عنها أنا هنا من أجلك أو من أجلك نعم أحسنت جملة أخرى جملة أخرى كيف أعبير عنها سأكون دائما على استعداد لمساعدتك أو مساعدتك نعم أحسنت جسري توجور بخي أتيدي جسري توجور بخي أتيدي يتكتب جسوري ولكن في القول نقول للاختصار جسري توجور بخي أتيدي كلمة مستحيل أو غير ممكن نقول impossible impossible ولكن هناك عبارة أخرى لها نفس المعنى وهي سهر دو كيسيان سهر دو كيسيان سهر دو كيسيان جملة أخرى كيف أعبير عنها لا أريد أن أعجلك فعل يعجل نعم جنفو با تبخي سي جنفو با تبخي سي جنفو با تبخي سي الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التمييز وسؤال اليوم يقول ماذا قلت للتو أنا لم أسمعك كيف أعبر عن هذه الجملة أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إجابكم وإذا كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء حتى تعوم الفائدة إلى درس قادم إن شاء الله والسلام عليكم